نجد للتحية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعظيم المميزات التفضلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الانتاج جاء ذلك خلال اجتماع انعقده الرئيس السيسي لاستعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي وفي اجتماع اخر ايضا وجه الرئيس السيسي بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبيتيلو بالمقدار ملياري جنيه اضافية كما وجه بالانتهاء من انشاء مراكز تجميع الالبان والتوسع في المزيد منها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ووزير الزراعة والاستصلاح الاراضي والتجارة والصناعة والسادة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مركز البحوث الزراعية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطط الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الانتاج مشددا سيادته على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وذلك تحققا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية على المستويين الأفقي والرأسي بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة وقد قام السيد وزير الزراعة بعرض أليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية والتي تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر بما فيه الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية فضلا عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والستصلاح الأراضي لشؤون السروة الحيوانية والسمكية والدجنة ولواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وكذلك المشروع القومي للبتلو وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية موجها سيادته بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها لما تحققه من مرضود غذائي وصحي واقتصادي على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين فضلا عن قيمتها المضافة في إطار التغذية المدرسية كما تم استعرض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو حيث وجه السيد الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار ملياري جنيه إضافية وذلك لما لهذا المشروع من مرضود اقتصادي واكتماعي مباشر لصالح المواطنين على أن يتبع تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم وتحمل الطائرتان كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه أحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ونقل الفريق محمد فريد تحياتي وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نقلها لمقاتلي الجيش الثاني الميداني مشيدا بمستوى التدريب الجاد والأدهاء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع أكد وزير الخارجية سامح شجره ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب يا ليبيا مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المشود وجاء ذلك خلال استقبال الوزير الشكري في اليوم للسيد أذريس بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية ملطة حيث بحث الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط واتصالا بالقضية الفلسطينية أيضا أكد الوزير الشكري على موقف نصر الداعم لجهود تعزيز الاستقرار والسلام في الإطار بقوام قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتين تفقد خالد العناني وزير السياحة والأثار أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة أثار سقارة والتي أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام وحرص العناني على النزول إلى قاع البئر لتفقد الكشف تمهيدا للإعلان عنه قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة أثار سقارة كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الاتزام بالإجراءات الاحترازية وهذا الكشف يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف هذا وقد أطلقت وزارة السياحة والأثار أول فيلم تروجي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة أثار سقارة حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة في الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدبيا خاشبيا ملونا ومرصوصا بعضها فوق بعضا ومغلقة منذ أكثر من 2500 عام وعلى الصعيد الدولي ما زالت دول العالم تواصل جهودها لمواجهة تدعيات فيروس كورونا ووقف انتشاره فقد أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنصيق جهود مجموعة لمواجهة أثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي المزيد في سياق التقرير التالي العالم يواصل مواجهته لجائحة كورونا ويعمل جاهدا على التصدي لتدعياته وأثاره المختلفة على مناح الحياة ومجالاتها كافة بالتزامن مع البحث الحثيث عن مصل يقل عالم من شرور ذلك الفيروس التخفيف من أثار كورونا كان محورا للمباحثات الهاتفية التي جمعت العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز ونظيره الأمريكي دونالد ترامب حيث أكد العاهل السعودية مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنصيق جهود المجموعة لمواجهة أثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي وللحد من انتشار الفيروس التاجية صدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بفرض الإغلاق الليلية في أربعين بلدة مصنفة باللون الأحمر اعتبارا من اليوم فإسرائيل تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالنسبة لعدد السكان وفي سوريا قال عاملون في المجال الطبي ومسؤولون في الأمم المتحدة إنما يربو على مئتين من موظف المنظمة الدولية أصيب بكوفيد-19 مع تعزيز المنظمة لخطتها الطارئة للتصدي للانتشار السريع للجائحة في البلاد ومع تزايد وطيرة الأخبار المباشرة بشأن اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا مع إعلان أكثر من جهة عن اقترابها من إنتاجه لا تزال منظمة الصحة العالمية حذرة في التفاؤل بشأن هذا الأمر الذي ينتظره العالم منذ شهور حذر أكد عليه المدير العام للمنظمة معلنا أنه لا يتوقع لقاحا فعالا على لطاق واسع قبل منتصف العام المقبل أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير مسيارة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية وأصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن الترك المالكي أن القوات تمكنت صباح اليوم لاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة وأوضح أن المسيارة أطلقتها قوات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوما لتوقيع اتفاق بريكزيت لانسحاب من الاتحاد وحذر جونسون لصحيفة التليجراف البريطانية من أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول الخامس عشر من أكتوبر فإن بريطانيا ستقبل بالخروج بدون اتفاق رياضيا حقق الزمالك انتصارا ثمينا على ضيفه طلائع الجيش بهدف النظيف في المباراة التي جمعتما باستاذ القاهرة في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدور الممتاز وفي البطولة نفسها تعادل المصري البورسعيدي مع ضيفه أم بي بهدف لمثله نهاية موجز الثامنة نعود لاستكمال باقي في خلال صباح قرية مصر ولكن بعد الفاصل